موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي أيها المشاهدون جميعا ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى أول منزل وأول مرحلة وأول موقف من مواقف القيامة وهو الميزان وقلنا على أن في الميزان توزن أعمال العباد حسن إما أن تكون ثقيلة وإما أن تكون خفيفة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أمه هاوية كما أن الأم تحتضن الولد النار تحتضن من خفت موازينه تحتضنه فأمه هاوية وأكو رأي ثاني أنه يسقط على أم رأسه على هامته في نار جهنم واذا مرانا؟ لكن سؤالنا في الحلقة الماضية في آخر الحلقة الماضية ما هي الأعمال التي تثقل الميزان؟ أكو أعمال ثقيلة في الميزان تثقل لنا الميزان أول عمل من الأعمال التي تثقل لنا الميزان مولانا أول شيء الشهادتان كلمتان أو كلمة الشهادة الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسول الله يقول رسول الله ثقل ميزان توضعان فيه ثقل ميزان توضعان فيه وخف ميزان ترفعان من الميزان الذي يتوضع فيه الشهادة شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدنا رسول الله إذا وضعت في الميزان يصير ثقيل وإذا رفعت من الميزان يكون خفيف ولهذا المشرك ميزان خفيف المسيحي ميزان خفيف اليهودي ميزان خفيف لأن إما أن ما عنده شهادتين اثنينهن وإما أن أشهد أن محمدنا رسول الله ما عنده هذا ميزان خفيف يصير عنده إذن من الأسباب ومن الأعمال التي تطقي للميزان هي الشهادتان بعد مولانا الثاني مولانا الكريم تسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيحات الأربعة هذا نبعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا يثقلان الميزان أو يثقلن الميزان الميزان يكون ثقيلا بسببهن الإنسان يكثر من التسبيح ومن تسبيحات الأربعة دائما يقراهن ولو يومية مية مرة مولانا ما تكلفك من الوقت شيء تأخذ أجر والثواب وأنت بالسيارة وأنت دا تمشي وأنت في المحل مثلا وأنت على مثلا صف الغباز وأنت في مكان آخر وأنت على فراغك مئة مرة في كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر هذه تثقل الميزان وتغرس لك شجرة في الجنة وتزيد في رزقك والله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك لأن هذا ذكر لله زين بعد مولانه أثقل ما يكون في الميزان شيئان أثقل ما يكون في الميزان شيئان الأول الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد والثاني حسن الأخلاق اثنين الصلاة على رسول الله من أثقل ما يكون في الميزان لأن الصلاة على رسول الله لها ما لها من الأجر والثواب لا يستجاب الدعاء شوف الفضائل قال رسول الله لا يستجاب الدعاء إلا بالصلاة على محمد وآل محمد الصلاة على محمد وآل محمد تذهب بالنفاق شوف روايتين أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد هاي كلها مولانا هاي كلها فضائل الصلاة على محمد وآل محمد بعد مولانا شوف بالنسبة إلى الميزان رسول الله أو الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق الصادقين يقول الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد وإن الرجل الذي توضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج النبي فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه النبي يطلع الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح الميزان يرجح بالصلاة على محمد وآل محمد هذه رواية بعد مولانا رواية أيضا عن رسول الله يقول أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة على محمد وآل محمد حتى أثقل بها حسناته الصلاة على محمد وآل محمد لها ما لها من الفضل عند الله سبحانه وتعالى ولغى ما لها من الآثار أكو آثار كبيرة أكو آثار عظيمة مولانا العزيز آثار جدا عظيمة واضح مولانا الكريم هذه من جملتها هذه من آثارها بعد مولانا الكريم كذلك عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا يقول من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدمه تهدم الذنوب هدمه كفارة الذنوب الصلاة على محمد وآل محمد هذه الآثار الصلاة على محمد وآل محمد بعد مولانا خلينا انطيك الان روايات عن الصلاة على محمد وآل محمد وأريد كل مرة تصلي على محمد وآل محمد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والسلام يقول من صلى علي كل يوم من ثلاث مرات وفي كل ليلة ثلاث مرات ثلاث مرات بالليل وثلاث مرات بالنهار ستة يعني حبا لي وشوقا إلي اللي صلي علي بالنهار و بالليل ست مرات حبا لي و شوقا إلي كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة و ذلك اليوم تلك الليلة و ذلك اليوم الله يغفر لك ذنوبك إذا صليت على محمد و آل محمد حبا للرسول و شوقا للرسول الله ثلاثة بالنهار و ثلاثة بالليل بعد خلينا نطيك بعد رواية مولانا كل الجميلة هالرواية حقيقة جميلة رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول رأيت في عالم الرؤية رأيت عمي حمزة ابن عبد المطلب وأخي جعفر ابن أبي طالب شفتهم في عالم الرؤية وبين أيديهما طبق من النبق 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 ثمر شجرة السدر فأكل ساعة يقول أنا عين عليهم جداهم طبق من النبق نبق أكل ساعة فتحول النبق إلى عنب فأكل من العنب ساعة فتحول العنب إلى رطب فأكل منه ساعة يقول فدنوت منهما وقلت بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل أي الأعمال وجدتما أفضل فقال حمزة ابن عبد المطلب وعبد الله ابن جعفر أو جعفر ابن أبي طالب قال فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال ثلاث أفضل الأعمال ثلاث شنو مولانا أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد الصلاة عليك يا رسول الله والثاني والثاني سقي الماء واحد بالمجال اسكاد مولانا ماء يوزع ماء زين أو يعطي المشاية ماء أو يعطي الزوار ماء أو يسقي الناس ماء زين الصلاة عليك وسقي الماء الثالثة حلوة وحب علي ابن أبي طالب ثلاثة من أفضل الأعمال يوم القيامة ثلاثة أشياء زين بعد مولانا من الصلاة على محمد وآل محمد أسمع هذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما أرجبي إلى السماء مررت على الملائكة رأيت الملائكة يقول مررت على ملك من الملائكة هذا الملك عجيب هذا الملك له ألف يد وفي كل يد ألف أصبع كل أصبع فيه ألف قطعة الآن ألف أنملة قطعة شوف أنا عندي وحدة ثنين ثلاثة أنتم عندك ثلاثة هذا عنده ألف يد كل يد ألف أصبع كل أصبع بألف قطعة مولانا ألف بند قطعة يقول تعجب رسول الله سأل جبرايل قال حبيبي جبرايل ما عملوا هذا الملك قال تقدم وسأله يا رسول الله فتقدم رسول الله قال السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفي الله السلام على من اختاره الله السلام على خاتم الأنبياء على خاتم الأنبياء السلام على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هو عملك ألف إيد وكل إيد ألف أصبع وكل أصبع شنو هذا شنو شغلك قال يا رسول الله أنا أعد قطرات الأمطار أعد قطرات الأمطار قال عجيب أو تستطيع على ذلك قال له أعد قطرات الأمطار إن الله قد خلقني لأجل ذلك هذا عملي هذا شغلي أنا أعرف في كل بلد كم قطرة سقطت قال له الآن أنت تعلم منذ خلق الله آدم إلى هذه اللحظة كم قطرة على الأرض سقطت قال بلى يا رسول الله أعلم منذ خلق آدم إلى هذه اللحظة كم قطرة سقطت على الأرض شاف عنده حساب عجيب وعنده رياضيات قوية أو عنده حفظ كلش قوي قال له لكن يا رسول الله وإني مع حفظي هذا وتذكري وأيدي وأصابعي لعاجز عن حساب شيء واحد شيء واحد لا أستطيع أعده وأن أحسبه فقال رسول الله وما هو شنو مولانا فقال الملك قوم من أمتك يجتمعون في مكان فيذكر اسمك أمامهم فيصلون على محمد وآل محمد فلا أستطيع أن أعد ثوابها وأجرها الصلاة على محمد وآل محمد أكثر من عدد من حبات الرمال أجرها وأجرها أكثر من عدد الأشجار وأجرها أكثر من قطرات الأمطار أجر عظيم لا يعد ولا ولا يحصى مولانا هذا فضل الصلاة على محمد وآل محمد والروايات في ذلك كثيرة مولانا في فضل الصلاة على رسول الله إذن أثقل ما يكون في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد من بعد ذلك حسن الأخلاق حسن الأخلاق من أثقل ما يكون في الميزان الإنسان يصير خلوق خلوق بكلامه خلوق بأعماله خلوق داخل البيت خلوق خارج البيت أكو ناس خارج البيت ذرت أخلاق عنده قمة الأخلاق وداخل البيت ذرت أخلاق ما عنده داخل البيت أخلاق ما عنده هذا حسابه عسير عند الله في القبر القصة معروفة رواية رسول الله رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معاذ معروفة بعد الله سلط عليه العذاب لأنه سيء الخلق مع أهله وعياله الإنسان يسر عنده حسن أخلاق داخل البيت خارج البيت حسن الأخلاق بلسانه وبعمله بفعله يسر عنده أخلاق أنك لا تستطيع أن تشر الناس بأموالك الناس ممكن تشرب الأموال مولانا أنك لا تستطيع أن تشر الناس بأموالك فشر الناس فشر الناس بأخلاقك الأخلاق يجعل الإنسان عبدا لك إذن مقام وله أثر يعطيك المقام ويعطيك الشأن عند الله وعند الناس حسن الأخلاق هذا رسول الله لم ينشر الإسلام إلا بحسن أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم هذا الأخلاق الراقية لرسول الله الشيخ جعف ركاش في الغطاء جابوا له حقوق شرعية ظل يوزعهم بالمسجد لما وزعهم بالمسجد مولانا خلصنا أمواله وإذا دخل الفقير في أول الصلاة من بعد إتمام المال قال له الشيخ ننطيني شيء من الحقوق الشرعية وجابوهن لك قال له والله أنا وزعتهم وخلصا شوف الأخلاق وخلصا يقوله وإذا هذا الفقير غضب غضب فبسق في وجه الشيخ بسق بوجهه لما بسق في وجه الشيخ ماذا قال؟ قامت الناس يضربوا هذا الرجل قال لهم لا عليك كيفكم؟ ظل يفتر على الناس قال لهم اللي يحب لحية الشيخ الذي يوقر لحية الشيخ فليعين ويعطي ويتصدق على هذا الفقير شوف الأخلاق جمع المال وأعطاها للفقير هذا الأخلاق وإلا واحد ما عنده أخلاق أبو محل ما عنده أخلاق ما حد يشتر منه أبو سيارة ما عنده أخلاق ما حد يصعده إياه زين؟ أي شيء أي عمل ما عندك أخلاق فيه لا تتوفق في ذلك العمل امرأة زوجها بائع عسل يبيع عسل زوجها أخو زوجها يبيع خل يومي هذا أبو خل يرجع مولانا إيده مملوء من الطعام عنده خير من الله طعام أو العفو مملوء من المال يبيع وعنده خير أو يرجع أبو العسل صفر اليدين ما عنده شيء يتقل أبو يا ليش أخوك يجيب خير يجيب أموال يبيع الله رازقه يقول له والله السوق نايم أو تعبان السوق وما حد يشتري عسل كأن الناس ما يأكلون عسل أي يوم يومين ثلاث أربعة خمسة المرة ملت ليش ما تجيب شيء ليش ما كوا بيع يقول السوق تعبان وما حد يأكل عسل كأن الناس عجيب هاي يومية قالت لا الناس تشتري عسل بس أكو شر بالقضية لكن اليوم أول الصبح طلعوا هو وأخوه فأخوه تبع أخوه العفوه هي تبعث أخوه وتبعث زوجها اثنين هم طلعوا من البيت واحد كل واحد محله يوم الثاني أخوه فتح المحل الدكان هو هم فتح الدكان هذا يبيع خل مر وهذا يبيع عسل حالي أجه أبو الخل شوف أبو الخل دخل عليه واحد قل له السلام عليكم قل أول الصبح قل له عليكم السلام ورحمة الله بالبسمة شو الأخلاق شونه مولانا مخليه على شتافك الأخلاق هو اللسان كلمات عليكم السلام ورحمة الله حياكم والأخوه صبحك الله بالخير شلون صحتك شلون كذا رحب بي قل له والله أخوه انطيني خل أنطى واحد قل له انطيني بعد وحده أنطى ثنين اشترى أول الصبح راح أجه الثاني قل له أخوه سلام عليكم قال له عليكم السلام ما لك بين أخوه قل له والله مريض قل له أجره عافية أعتذر شوف الأخلاق كلام كلام يسأل عن أحوال الناس عنده أدب عنده أخلاق قال له انطيني ثلاثة من الخل أنطاء ثلاثة من الخل خذها نظرت إلى زوجها بيا عسل أجه واحد قل له أخوه سلام عليكم سلام عليكم قال له عليكم السلام أخوه بعض الناس حتى خلق ما عنده قل له سلام عليكم قل لك هله هاي ماكو عليكم السلام هله زين قل لأخويا عندك عسل شوف عندك عسل قل لأنت عما ماشوف العسل جدام عينك شوفوا الأخلاق قل لأخويا سامحني واحتدر ما أردت عسل طلع أجد ثاني قل لأسلام عليكم قل لأ عليكم السلام قل لأجقد هذي قل لأدينار قل لأهاي الثاني أجقد قل لأدينار ونص قل لأ الثارثة قل لأدينارين قل لأ الرابع قل لأنت الشراء اللي تفحك عليه يطلع بر يلا طرده زين مولانا الزوجة تعاين عرفت المغزى شونه رجعت رجعت للبيت عجزة زوجها بالليل يترنح بكيف جاي ماكوشي صفر اليدين ماكوشي ولا دينار بعت قالها لا والله السوق تعبان أم حد يأكل عسل والناس ما تشتري عسل مدش خيرها قالت لا قالت المقولة المعروفة قالت لا أن أخاك بياع الخل يبيع الخل المر بأخلاقه عسله و أنت تبيع العسل الحالي بأخلاقك مرة أنت تمرمر هذا العسل برياق الناس و أخوك هذا المر يسوي حالي وعسل برياق الناس بالأخلاق إنسان بأخلاقه الإنسان مو إنسان مولانا بعدم الأخلاق سيء الأخلاق لو عندما عندنا المال ما حد يتبعه إلا اللي مثله على شاكلته و أضع مولانا هذه إذن حسن الأخلاق لها الأثر الكبير مولانا في ثقل الميزان إن شاء الله ترقبونا بموقف آخر في الحلقة الآتية و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صل يا ربي على محمد و آله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر